المجموعة دي من الاخر يا جماعة انا سمعت عنهم كتير فقدرت ان انا ابعت اشتري المجموعة كاملة وافتحها قدام الكاميرا واقول لكم ان انا هستخدمهم ونعرف مع بعض استخداماتهم عاملة ازاي تعالوا كده نبتدي بمنتج منتج اول حاجة ده زيت الجولدن ميكس كل الناس قالت ان هو طحفة ريحته تجنن خفيف جدا على الشعراية ومناسب كمان للاطفال من عمر سنتين بيعمل ايه بقى ده بتعملي بيحمام زيته ومن محتوياته في بصل مع ان هو ريحته حلوة قوي بس انا عرفت ان البصل ده بيتحكم في القشرة بتاعت الشعر وبعد فترة بيمنعها خالص من اهم وظيفه التطويل وتتقيل الشعر وبيقوي خيط الشعرية نفسها طبعا ما فيهوش سولفيت ما فيهوش سالكن ما فيهوش فارابين ومعاها تنت هدية جوه الباكيج اما ده بقى الزيت اللي انتشر عنه بوست في الفترة اللي فاتت كانت فيه بنت استعملته وكتبت عنه كلام كويس جدا اللي هو زيت اليشمك كانت كتبة بتقول لما بكون زي انا ومش عايز اخسل شعري النهاردة ومكسلة بس هخرج او اقعد مع صحابي جوه البيت وعايز شعري يكون معطر وتكون ريحته دافية وفواحة ويلمع شعري هو منقذي الوحيد ما فيش غيره زيت اليشمك لكل حاجة بالمعنى الحارفي كل حاجة بعطر بيه فروة شعري حرفيا بيدده لمعة طحفة تحسي شعرك فيه اضاءة وكمان بتحط منه حاولين دوافرها بيقويها ويلمعها ويرطب ايديها زيت اليشمك برضو بيباع في نفس الجروف اللي انا جبت منه الحاجات دي كلها اما بقى بطل النهاردة هو زيت انديا 108 108 عجبة من دكتور عربي دكتور عربي فيلة فورميولا ده الهاشتاج بتاعه الزيت ده بيعمل كل حاجة للشعر 108 عجبة اصله مش رقم هين يعني وصفة خاصة بيهم كده بيتورسوها من جيل لجيل زيت الشعر انديا او 108 عجبة ده تم اختيار خماته بعناية من الهند والصين واندونيسيا مع طريق تحضير خاصة بيهم طبقا للطب الهندي والصيني وخبرة اجدادهم فوقيدوا ان الانديا 108 عجبة بيعالج التساقط بشكل نهائي بيطور الشعر جدا 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 بيتقل الشعر جدا بيزود سمك الشعرية نفسها بيزود كسافة الشعر بيستخدم للرجالة والستات بيعالج الشيء بالمبكر بيعالج تشقق الاطراف بيدي لمع تحفة للشعر هيخليك تحسي او هيخليك تحس انك زرعت شعر من اول حقيقي حقيقي انا يعني اللي انا اشتريت منه الحاجات دي هو اونلاين ستور عايز اشكرهم اوي 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 ناس محترمة جدا جدا واستدولي الحاجات بسرعة اوي الحاجات اللي اخترتها بالزبط هما اللي بعتوها لي وزيادة جابوا لي هدية على الوردر لا بجد بنات محترمين جدا 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 عايز اشكرهم وانا بشجعكم ان انتو تشتروا من عندهم لو في حاجة للشعر مثلا نقصاكم زيوت الحاجات الهندي الحاجات دي كلها هم اصلا متخصصين فيها فلو حبيتوا اي حاجة من الحاجات دي هتلاقوها عندهم وبقى سعار حلوة جدا وطبعا مش قادر حكيلكم انها يعني اكيد مليون في المية ما بيشتغلوش في اي حاجة مشكوك في امرها فبرافو بنات عايز وبشجعكم اوي 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 وبرافو عليكم بجد